سير شؤون البلد لا يقتصر على حزب وحزبين مثلاً لو كانت لكم الأغلبية في المستقبل تسيرون الحكومة وحدكم تكون فيه توفقات مع أحزاب أخرى لابد نحن منذ أن أعلننا عن أنفسنا كقوة سياسية وقررنا الخروج من السرية إلى العلانية تبنيت ما أسميته يومها باعتماد على نظرية حركة المجتمع الواسع الاعتماد على نظرية حركة المجتمع الواسع في بناء الدولة وتسير شؤونها الدولة دولة كافة الجزائريين والعدل مطلوب من نظام الحاكم بأن يعدل بين كل المواطنين في جميع المجالات ومن صور العدل أن يراعي الخصائص الكفاءة والقدرة والأمانة في إسناد المسؤوليات أما أن يجعلها وكأنها مزرعة خاصة بحزبه أو بقومه أو بفئته أو بجهته فهذا من الظلم الذي يجب أن يحارب وأن لا يقرع عنه ولو أن القانون أعطى الحق لصاحب الأغلبين ويشكل الحكومة الحكومة ليست هي هي الكل في الكل الحكومة في النهاية المطاف هي مجموعة وزراء ولكن هناك طواقم وأجل لتسير شؤون البلد وما إلى ذلك على كله